اشتركوا في القناة مقابل 29 هدفا وتأهله لدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية توكيو 2020 كما هنأ سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة المنتخب الوطني البحريني لكرة اليد وأكد أن انتصاره في المباراة الحاسمة لنيل بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية توكيو لعام 2020 يؤكد على التطور اللافت لكرة اليد البحرينية ويأتي الفوز البحريني على مختلف المستويات للناشئين والشباب والرجال وكان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب القطري في الدور قبل النهائي في الوقت الذي فاز المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب السعودي وتأهل إلى المباراة النهائية وأكد سموه أن سجلات المنتخب تشير إلى أن المنتخب الوطني تجاوز جميع مراحل البطولة والتي أتت بالنتائج المشرفة وعكست المكانة التي وصلت إليها مملكة البحرين في هذه الرياضة بفضل الرؤية والقيادة الناجحة أمام أفضل الفرق العالمية مضيفا سموه أن الفوز يأتي تأكيدا على مكانة البحرين على خريطة الرياضة الدولية ورفع اسمها عاليا في جميع المحافل العالمية وبينا سموه أن النجاحات المتواصلة للرياضة البحرينية هي نتيجة لما تلقاه من اهتمام ودعم بارزين من قبل القيادة الحكيمة والتي أضحى من خلالها الشاب البحريني نموذجا يحتذاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر